رغم مرور نحو إسبوع على انتشار حدثة نفوق الطيور في بابل إلى أن نتائج التحقيقات لا تزال غير معلنة والأسباب مجهولة فيما تتهب مدرية البيئة معملا مخالفا للشروط البيئية بأنه قد يكون السبب الرئيس بالحادثة ستة أيام مرت على حادثة نفوق الطيور في مدينة الحلة ولا نتائج عن التحقيق صدرت من قبل اللجان الحكومية اختلفت الآراء حول الحادثة خصوصا بعد بيان وزارة البيئة والتي أوضحت مخالفة صريحة للمعمل القريب من مكان النفوق باستخدام الحنطة فضلا عن استخدامه مواد تعفير غير مرخصة ونشاطات بيئية خطيرة وتغيير نشاطه الأصلي دون حصوله على موافقات رسمية وفقا لقانون البيئة رقم سبعة وعشرين لسنة ألفين وتسعة طبيعة العمل اللي حصل عليه كموافقة هو معمل لتفريط وتجفيف الذرة الصفراء هو ليس بمطحنة مثل ما انذكر هو مطحنة مغير النشاط على تغيير النشاط والتوسع اللي صار بالمعمل أصبح مخالف بيئيا فقدمنا لانذار أكيد يعني اخو اجراءات نحن نتخذ الاجراءات المناسبة القانونية اللي يملي عليها القانون قانون البيئة حاولنا التواصل مرة أخرى مع إدارة المعمل لتوضيح الحقائق وإكمالا لتقريرنا الأول لكن عدم رد أثار الشكوك حول صحة الادعاءات من قبلهم ويقول شاهد العيان أن عملية النفوق مستمرة يوميا دون إيجاد الحلول السريعة كون التشخيص الأول قد جاء بأن عملية موتها بهذه الأعداد لم تكن مرضا أو وباء بل هي حالاته تسم من جماعي لاحظنا هنا في منطقة من مناطق الحلة المحاذية لمنطقة النيل وبالتحديد على جدوى البابل موت الآلاف من طائر اليمامة العراقية أو الحمامة أو ما تعرف محليا بالفختية موتها به أعداد هائلة هذا الموت يدل على أنه أكو خلل بالتوازن بيئي بالمنطقة أكو أشياء مسمومة هاي الأشياء اللي اللي جاي تتغذى عليها هاي الفاختة لأنه لو كان مرض ما كان يموت بهذا الأعداد هذه دا تتسمم زيدي شهيب الرابعة بابل موسيقى